رأس الأمين العام لإقليم البطحة ممثلاً لحاكم الاتماع الخاص بخطة العمل التنموية للإقليم والمصادقة عليها حيث محضر المناسبة ممثلية المنظمات الدولية لعملة بالإقليم ما تغير التالي لمرسلنا من أتيا محمد طاهر جبريل الحوم عن قريب سيتم تنظيم ملتقى إقليمي لتنمية البطحة وفي خضم التحضيرات لهذا الملتقى فإن لجنة العمل المحلية المعنية بمسائل التنمية المستدامة بالإقليم أعدت خطة عمل للعام 2017 هذه الخطة التي قدمت واعتمدت في هذا الاجتماع من قبل المندوبين الإقليميين وممثلي المنظمات الدولية الناشطة بالإقليم تتكون من نقاط عدة أهمها القيام بإنشاء لجان محلية للعمل بكل المراكز الإدارية تقويت كفاءة المسؤولين والعمال في مجال التنمية الريفية إحصاء كل المنظمات غير الحكومية الناشطة في البطحة وتنظيم حملة لجمع الموارد اللازمة في عملية التنمية هذا وبعد المداولات والإضافة صادق المجتمعون على هذه الخطة الأمين العام لإقليم البطحة قودا للجنادي الذي مثل الحاكم في هذا الاجتماع أكد جاهزية الإدارة المحلية للعمل من أجل إنجاح الملتقى طالبا من كل أبناء الإقليم الغيورين أن يسهموا بفاعلية في تنظيم هذا الملتقى الهام والذي يؤمن منه أن يفتح أبواب التنمية المستدامة بالإقليم إقليم